بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو وفي برقيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد رئيس مجلس النواب أن الثلاثين من يونيو هو يوم من أيام الفخر التي تظل خالدة أبدا الظهر في تاريخ بلادنا الحبيبة وأشار إلى أن الشعب المصري فرض في هذا اليوم فرض إرادته في الدفاع عن أرضه وعن هويته واسترداد دولته وإنقاذها من الفوضى والانهيار على يد قوى الشر التي أرادت النيلة من أمن هذا الوطن ومن مقدراته